بساتين العراق محافظة واسط من قبل اللجنة الزراعية ومن قبل الجهات الأمنية فيها المحافظة ولكن كفنيين بالنسبة للمديري زراعة واسط صارت هناك لجنة وتم تقديم بقتها تقرير ولكن نحن تعرف نحن ناس فنيين ولكن حسب المعلومات أنه لم تأشرت الحالة ضد مجهول لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا وراء أنه كفاعل فاعل وكحريك طبيعي منذ سنوات قليلة مضت كان قضاء بدره مكتفيا ذاتيا عبر إنتاجه الزراعي لأنواع مختلفة من التمور وباقي المحاصيل الزراعية هذه المدينة معتمدة على الزراعة بالدرجة الأساسية على البستنة وعلى زراعة الحبوب والخضروات بحيث كان عندنا اكتفاء ذاتي بالمواد الزراعية وانصدر الفائض إلى المحافظات فلاحوا بدره يقولون أن بساتينهم تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى خلال هذه الفترات الأخيرة هذه السنون الماضية تعرضت إلى هواء أمور منها الجفاف هي قلة المياه والثاني شيء عدم التفاة الدولة بمكافحة مكافحة النخيل كثث الأمراض الدوباسي والثالث هي تعرضت إلى حرائق الحد من الحرائق مشهولة الحكومات المتتالية منذ عام 2003 وحتى اليوم والهيئات المسؤولة لم تقدم شيئا لدفع الضرر عن بساتين قضاء بدرة التي كانت مصدر رزق لهم ولعوائلهم كانت تنتج آلاف الأطناء من التمور والحمضيات وأكثر من ألف عائلة عايشة عليها حاليا بساتين مهجورة الدولة ما دعمت بعد الحرق بعد الهمان ما دعمت أصحاب البساتين لا من سلف زراعية لا من من تعتبروها من انطقم منكوبة بدرة التي تعني بيت الفلاحين الناثرين للبذور هل يعود أهلها ناثرين للبذور كما كان أسلافهم في سلف الزمان